السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايا ومتابعين في كل مكان معكم إصحابي الخطاب ونهاردة بنكمل يا ولاد حل أسئلة كتاب المعاصر خلاص الحمد لله قربنا نخلص معنا صفحة 203 يا ولاد 203 يلا نشوف دي على الدرس الرابع والخامس في آخر يونت إن شاء الله معنا read and complete the tickets with the words in the books understood perfect boat restaurant metal Sarah had such a cool day today she went on the river she saw some famous sights from the boat شافت بعض المنظر من المركب like the lover a beautiful museum with fantastic paintings and the evil tower the evil tower is really tall and made of metal برج إيبال ده طويل ومصنوع من المعدن she tried to speak french حولت تكلم فرنسي but she couldn't بس ما قدرتش really say anything but the french people were very kind and when she spoke english لم هيك كلمة انجلش زي understood هما فهموها أي حد يا ولاد في أي لغة لازم يكون بتكلم انجلش at the end of the day she went to a french restaurant راحت مطعم فرنسي and had a wonderful meal with potatoes it was a special day كن يوم مميز I put the words in the correct order دو يو وان تو وان 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 the lover museum is the lover is a fantastic museum زي ما ننساش التي كابتال يا ولاد lover is شايفين اه a fantastic museum museum طبعا المفروض museum m capital ونقطع تعال نشوف بعد كده the punctuation يا ولاد بيقولي punctuate the following عملنا punctuation للجملة دي who w capital went on about trip وفي النهاية علامة استفهم لان دي سؤال بدأت به طيب write a diary entry of about 30 or 40 words about your vacation your name is kareem انت اسمك كريم guiding elements هتحط لي كلمة river وكلمة sites طبعا يا ولاد في حاجات كتيرة قوي نقدر نكتبها بس انتو زي ما عارفيني دايما بختار الحاجات السهلة بكتب اسمي كريم في المربع الاخضر ده في اي مكان في النص في اي حتة dear diary وبعدين بكتب التاريخ برضو ممكن اجيبه في النص في الجنب هنا عادي جدا مش هتفرق اي عني last summer i went to hurgada الصيفي اللي فات انا رحت الغردقة i went with my family رحت مع عائلتي there isn't a river in hurgada مفيش نهر في الغردقة but there is the red sea بس في البحر الاحمر we went to the beach to go snorkeling رح نشاطي عشان ننزل نقطص we had a nice time there قضينا وقت حلو هناك we were very happy كنا سعداء جدا ده ولد البراجراف بتاعي اللي انا كتبته او الدايري بتاعتي تقدروا تكتبوا اي حاجة تانية مختلفة عادي جدا بس المهم لازم تكتبوا لي الاسم في البوكس ده البوكس الازرق ده وتكتبوا دير دايري والتاريخ بس هو ده المطلوب منكم بعد كده هنا كالله براغراف بتكتبوا اي حاجة بس لازم تتكلموا عن نفسكم تقولوا اي ومايوي بالكلام ده كده احنا ياولاد خلصنا اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي باي باي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبابا وتابعيني في كل مكان معكم اسعب الخطة والنهار دا ياولاد خلاص بنخلص منهج اه كونكت فايف وبنحل اخر اسئلة موجودة معنا من كتاب المعاصر صفحة ميتين وتسعة ياولاد وميتين وعشرة ودول اخر يعني خلاص اخر اختبارات موجودة على يونة 11 السؤال الاول ياولاد بيقول لي ايه بيقول لي listen and circle the correct answer طبع جب منين الاجابات من النصوص الاستماعي الموجودة في نهاية الكتاب نادية visited Singapore last year the weather was hot التقس كان hot there are lots of high rise buildings زجرة is a garden the bay is a really special place بعد كده هولاد بيقولي choose the correct answer from ABC or D اختر الاجابة الصحيحة من ABC or D اول سؤال بيقول لي when we travel we put our clothes in a suitcase لما بنسافر بنحط هدومنا في شنطة نقط and passports are things we take on vacations بناخد كاميراز و الجواز الصفر دي الحاجات اللي بناخدها معانا في العطلات والاجازات I an email انا استلمت email from my friend نوها about her vacation يبقى I received استلمت email من صديقتي نوها بتتكلم فيه عن العطلة بتاعتها many tourists like to enjoy coral reefs عشان يستنطعوا بالشعاب المرغانية يبقى ايه snorkeling بيختصوا السؤال اللي بعض يا أولاد بيقول read and complete the tickets with the words in the books اقرأ وكمل التكست دي من الكلمات الموجودة في البوكس I love this city there is so much to do in it today we went to Ali bin يوسف مدرسة مدرسة it's a beautiful museum that is 800 years old we also visited a jardin majorella a lovely garden where we had a picnic I like it there because it reminds me I like it there because it reminds me a bit of an azhar park at home في بلدي بيتفكرني بحدقة الأزهر الموجودة في بلدي هم هنا مش بيتي بلدي read the tickets and answer the question اقرأ النص ده وبعد كده جاوب لنا على الأسئلة I had such a cool day to day قدت يوم حلوة النهاردة I went on the river طلعت على النهر we saw some famous sights from the boat شوفنا حاجات مشهورة من المركب like the lover a beautiful museum زي مدحف اللوفر ده مدحف جميل with fantastic paintings وفي رسومات جميلة and the evil tower برج evil the evil tower is really tall هو حقا طويل and the made of metal مصنوع من المعدن I tried to speak French حولتك كلم فرنساوي but I couldn't بس ما قدرت really say anything أقول أي حاجة but the French people were very kind الشعب الفرنسي كانوا لطفاء and when I spoke English لما كلمتهم بالإنجليش they understood me فهموني at the end of the day آخر اليوم بقى we went to a French restaurant روحنا مطعم فرنسي and had a wonderful meal with potatoes وكاننا وقبة رائعة بالبطاطس It was a special day كان يوم مميز يلا نشوف الأسئلة السؤال الأول يولد هنا بيقول choose the correct answer from ABC or D They saw some famous sights from the boat The underlying word special means not good لا not usual not usual يعني unusual يبقى special مش عادي يبقى مميز summarize the thickest in one sentence لخصتنا الفقرة في جملة واحدة بس ممكن نقول مثلا a nice day in the river يوم جميل في النهر What language isn't the writer good at اللغة الكاتب مكانش حلو فيها He isn't good at French طيب السؤال اللي بعد يا أولاد رقم 2 بيقول لي put the words in the correct order to make sentences What did they eat in the park طيب السؤال الثاني you can build sand castles قلاع من الرمال on the beach طيب اللي بعد يا أولاد بيقول لي read and write the correct form of the words it rained in midnight لأ قلنا الميدنايت بياخد قات night وميدنايت ياخدوا قات don't touch the snake it is poison OU S يا أولاد اهي مرة تانية يعني سام طيب بنكة ويت the following عملنا بقى بنكة ويت the following بنكة ويت the following بنكة ويت the following بقى بنكة ويت the following وفي النهاية اهي مرة تانية الكلمات اللي هتساعدني كلمة flight وكلمة hotel طيب تعالوا نشوف مش لازم نحط كل ده عادي جدا last Friday we traveled to Amman سافرنا لعمman it was so warm in October كانت دافية في اكتوبر we arrived at the hotel وصلنا للفندق we checked in ودخلنا our room was very nice كاذ غرفتنا جميلة and comfortable ومريحة we spent a nice holiday there أعطينا أجازة حلوة هناك it was fun استمتعنا it was fun طبعا يا ولاد تقدروا تكتبوا أي حاجة تانية براحتكم أنا في كلمة flight ما عملتش عليها جملة ما خدتش بالي منها ممكن نقول هنا بعد ما نقول we travel to Amman أروح أقول الجملة هنا الجملة التانية هتبقى the flight arrived there at مثلا six o'clock يعني الرحلة وصلت هناك الساعة ستة خلاص يا ولاد يبقى the flight arrived there at six o'clock هكتبها الجملة التانية على طول بعد we travel to Amman وكده يا ولاد نكون احنا خلصنا التست الاولاني تست رقم تسعة بقي معايا اخر تست ان شاء الله هعملهلكو وبعد كده هنحل مع بعض الكتاب اللي هو فيه التدريبات يا ولاد بتاع المعاصر لو ان شاء الله استفدتم من القناة ادعوني دعوة حلوة اول حاجة طبعا وبعدين اعملونا لايك بقى وعرفوا صحابكم على القناة وشير في اي جروب تعليمي اكون شكرا لك وجزاكم الله خيرا يا ولاد ربنا يوفقكم يا رب جميع مع السلامة اشتركوا في القناة